اشتركوا في القناة وقالوا في القناة وقالوا في القناة وقالوا في القناة وقالوا انتهينا يا رب انتهينا يا رب لما نزلت الآية وهذا هو الطور الرابع لما نزلت الآية بتحريف الخبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المدينة في شوارع المدينة إن الله هو رسوله قد حرماء الخمر شكي مبادرة الصحابة بمقرر كانت البيوت بها مصانع خمر كثيرة المدينة لما سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان عنده مصنع خمر أو قرر فيها خمر طيرها في الشوارع فأصبحت في المدينة وشوارعها من كثرة الخمر تسيل بالخمر كأنها أمطرت بخمر كأن سماء أمطرت خمر وصارت تسيل في الشوارع مما يدل على سرعة ومبادرة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أنس فلو نظرت إلى المدينة يوم ذلك لا ظننت أنها أمطرت بخمر فبعد ذلك حرمها حرمها لسلام وسلب الله ما فيها من المنافع فكان فإذا عام بعض الناس أنه يستعملها للعلاق والدواء فقال لهم إنها ليست بدواء ولكنها دأ وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها يقوذ التداوي بعد ذلك المحرمة إلا الخمر لأن الدليل والنص قام على أنها ليس فيها منافع وأنها داء ومحرم وبعد أن حرمت الخمر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وعاصيرها ومعتصيرها وحاميرها وبايعها والمبتاع وآكلوا ثمنها كلهم يشتركوا في اللعنة والبيت الذي يصنع فيه تتنزل عليه اللعنة صبحانه وتعالى وصارت محرمة إلى يوم القيامة وحتى أن بعض الصحابة قبل تحريم الأخر من كثرة شرب الخمر يقول إذا مت فادفني إلى جنبي كرمة الكرمة شاد جرى العذب اللي يصنع من الخمر إذا مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عروقي بعد موتها شربها ولا تدفنني في الفلاح فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها وبقي الشعراء يتغذلون فيها بعد تحريمها والتغذل بها ما هو حرام أنهم أن الحرام شربها أو بيعها أو صناعتها ولا يجوز أن يستعمل الإنسان دواء ممزوغا بخمر إلا إذا كان في مادة الكحول قليلا بحيث أن استهلكت لا تؤثر ثلاثة وبسط المسألة في اليقوت النفيس في حقبة تداوى بالمحرم وهكذا صارت حرام اليوم والجام وقد جعل الحد لمن شربها عمدا أربعين جلدة إلى ثمانين وأوصلها سيدنا أولا ثمانين جلدة وأن من إذا تكررت إذا تكرر شربها نفسه وفي الأخير عدو يضاف إليه عقابة أخرى ولا يحد إلا إذا ثبت أنه شر وأما إذا كان تقايا خمر إذا ما في إثبات أنه شر ما يحد يحد كابل بشرب بسكري أربعين جلدة وعزري إلى ثمانين أجز وإنما يحد فإصار الحد الذين هم يشربونها وكان مهمة بسرية بشربها في تلك أيام غير هذا من اسم هذا واحد اسمه عيمان كان مزاحا وكان يدائما يشربها كلما شربوا حده كلما شرب حده وكان تقنبها العقلاء من الصحابة ومن العرب حتى قبل أن تحرم لأنها ضارة وليس لأنها وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاء